حدوتة فرقة الحور حدوتة أول فرقة إنشاد ديني بنات وبس ليه والحدوتة دي بدايتها إيه تعالوا نبدأ الحدوتة من عند نعمة فاتحي مؤسسة فرقة الحور إنشاد ديني بنات وبس زكي يا نعم حضرت يا حضرت عملة إيه الحمد لله الفكرة دي جت إزاي الفكرة دي جت بصعوب والله مش مستهل يعني فربنا أنا عم علي بيها صراحة يعني شفت رؤية وحسيت إن أنا بحكيها لأحد من مشايخي شيخ من مشايخي رحمة الله عليك الله يرحمه فبقول له هو كان يلازم الفراش وبقول له في لحظاته الأخيرة أنا شفت كاذاك قال لي دا انتهيبقى ليكي شأن عظيم قوي الله أكبر قرت له فيه شيخ تاني قال لي إن أنا هروح الحج قال لي دا انتهيبقى ليكي شأن يعني وربنا يكتبها لك فقرت له طب أنا عايز أعمل واحد اتنين ثلاثة أنا مش لايقى بنات في الإنشاد الديني وكل ما روح ما حبش أروح أنا مش لايق أحد أنا البنت الفردنية أو بنتين وخلاص قال لي طب عايز تعمل قتول أنا عايز أعمل واحد اتنين ثلاثة بس أنا هينفع وقال لها الناس بقى هتقول ماينفعش وده يقول لي لا ما تعملها تتسأل الشيخ بتاعك بقى أنا بسأل وعادي والله وإحنا عاديين بننكهش أنا تلاعمل اللي هو فيه يعني ورح قال لي اعمليها طوله أنا عملها الواحدة ما عنديش يعني لي زي ما بلو ما عنديش ظاهر قال لي ربنا معيك ونعمة بالله فورطول وهعملها بس عمل إيه قول لي أبدأ إزاي وقق إلى الخطوات طوله بس أنا عايزة واحد اتنين ثلاثة قال لي عمليها وعملي زي يقدر طوله عملي زي يش قال لي هيبقى جميل بس بعدي عن واحد اتنين ثلاثة وقعد يديني شوية نصوية ماشي بدأت عملها بدأت أكتب على ورق قرتي لعنها عايزة عمل حاجة وتبقى مميزة حيل زي ما تيجي بقى جات حيل جاتش حيل وخلاص اه جربت وخلاص ومشيت القصة عملت إعلان على السوشال ميديا عشان كنت اصلا انا يعني اشتغلت مع ناس كتير في صاحة الانشاة الدين كنت بنظم لهم حفلات وبشتغل معاهم فتعلمت فعملت إعلان على السوشال ميديا أنا عايزة بنات تكون عندها موهبة صوت بس اتغني دين لإيه أو مش لإيه ما نقولش أنا بس أنا جبت بقى لجنة تحكيم كان فيها أسات زمن در الأبرة عملت حسيت بقى لأنا إيه وجبتهم إزاي ما أنا أكلمتهم فيه واحدين تتقال يلا بيلا عشان انك ينعمل وانا حسين إيه نحنا ننتشطرة والموضوع هيبقى حلو عملت كده حلو جدا وجبت مشايخ وناس وأسات زمن در الأبرة مسلسل الأستاذ كانوا برضو بيعلمونهم فبعد إن عمرت اللجنة لقيت بنات من محافظات من طنطة ومن الشرقية ومن الغربية ومن اللي تقول لنا جاية من أسيوت واللنا جاية من سهاج طب أنا هواديكوا فين طب أنا مش فاتحة دار عشان أبيق عمل وانت من فين يا نعم أنا هنا من القاهرة من القاهرة أه فكل دول جايين أنا لقيت بقى ما شاء الله يعني ومن محافظات ومن الجيزة ومن القاهرة ومن هنا كله بقى فبدأت بتلاتين بني آه عدت تمن شهور تدريب لا استني ما تاخدينيش فدوك ميش لو أنتوا زيكوا عاملين أنا مرحبتش بيكوا كده ولا سلمت ولا نزلنا واجب الضيافة في الشاي طيب للناس ولا أي عشاء ولا أي حاجة ده حاجة صعب خانص منورين يا جماعة أولا نجيب عشاء طيب آه لا سحور بقى ما تاخدينيش فدوك ميش تلاتين بنت آه حلو والعازفين لا والعازفين كانوا بسم الله ما شاء الله يعني عدتوا فين وبتعملوا البروفات فين أنا كنت بأجر استوديوهات من استوديو ده استوديو ده واستوديو ده في الاروح للستوديو ده وبدرت ماشي حد لوقتنا هذا أنا بأجر استوديوه ميش ما عنديش مكان خاصي حاولت كتير أعمل أأكلم ولما بطلع في وسائل الإعلام أكلم أنا مثلا عايز حد يشوف المشروع يعني لأن أنا بعمل حاجة بقول أول فريت انشاد ديني بنته مصر وفعلا أنا لما بحثت عشان أعمل مشروع زي ده من قبل ما أعمله وأقول اللقب ده أو أن أنا أغدو حتى من الإعلام أنا ملقتش فعلا يعني ملقتش أي حد في المجال وخصوصا أنا في المجال وانا عندي 17 سنة فوقت طويق لو كان فيه كان زهر كويس كانت لحد آل أنا بس أنا بحثت كتير يعني وعملت ملقتي وبعدين وصقتها آآ وبعدين شوية كتبتها بإسم كويس آآ يعني عشان خاطر ثم عملنا فرقة الحور لمؤسسة أنعماء آآ يعني اللي هو إيه عم مشيت في الإجراءات وأنا مشى في التدريبات بحيز إن أنا مشي آآ إحنا بقى كده فضلنا مقر صغير نعرف نعمل فيه بروفات برضو يعني مازل آآ بالزبط إن عشان كل لما جات لنا أزمة كورونا العينة آآ ربنا يكفينا شراء آآ بدأت إن أنا أقلل من العدد أقلل من العدد أقلل من العدد لحد ما بقيت يعني مثبت عشر ماشي والباقي مريح وقت ما بحتاج يلا تعالي يلا تعالي لكن أقدر أقول إن الفرقة كم حد بالزبط كم بنت والعازفين قد إيه العازفين الأساسيين زي ما حضرتك شايف يعني بس أنا عندي أقدم ناس معي يا أحمد آآ أحمد حامد ومصطفى ومحمد بس مصطفى بداخل في تامن تسع سنين يعني بشتغل مع بعض حلو ومحمد بداخل في أربع سنين ماشي وآحمد نفس الكلام مع مصطفى برنا تعملت قولي ليه في أسماق طب قولي لي الآلة الآلة ماشي مع مصطفى على الرئ محمد على الطابلة محمد آآ عم خالد على الناي مدورنا طبعا على أول آآ حسن عمر أنون طبعا معي آآ محمد طبعا على الأرج يعني كلهم ماشي الله ماتقبلنا أنا وآحمد بر سلمنا على بعض بر آآ وأنا ومصطفى سلمنا على بعض بر آآ رجالتي آآ فهما دول أساسي معي في كل حاجة طبعا في عازفين حبيبي برضا شامعي زاروش ولكن الأساسيين الآلات الشرقية دايما هي اللي بتخدم في الإنشاة الدينية أكثر طبعا طب البنات لما جمعتيهم يعني شوفي العازفين المهمة السهلة آآ دي 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 سهلة كاس عارفة بتعمل إيه البنات بقى لسه هتعود يتضر بيهم على الإنشاد الديني هو مشكلة البنات في الإنشاد أولا مش أي حد بيحب اللوندا أو مش بيحس نفسه في اللوندا لو قلت موسيقى عربية كنت لقيت من مية ل متين بنت لألف بنت بس الإنشاد مختلف يجوا لك أنا مش لايق نفسه في الإنشاد أنا مش حابة أن أنا يعني أنا عندي بنات كتير كانت في الإنشاد ومن الأصوات الحلوة اتجهوا الموسيقى العربية واتجهوا الحاجات التانية وينزل اشتغلوا في أماكن فأنا بالنسبة لأن أنا أمسك في بنات تقعد معي وفي المجال ده بالذات صعب ماشي يعني أنا عندي دفعة وكلهم جوزوا وراء بعض كلهم خليفوا وراء بعض الفرقة كانت مش حلوة يعني آه يعني ما تعرفش بيستنوا يطلعوا على المسرح ينزلوا يعني أنا ما صدقت علمتهم وصرفت عليهم أجي تاني لو بصلهم مش معي فهو بقى الموضوع بقى كده بقت الحور كيان الحور بقى مدرسة ما بقى مدرسة آه بقى مدرسة مش أشخاص لأن لو سبتت أشخاص معي مش أحتكرهم ما دول بنات هيتجوزوا طب والبنوتة الزغنطوطة الأمورة اللي وقفة اللي هناك الدقرمة دي بقى مفاجئة اليوم دي مين بقى اسمها إيه؟ دي بسمالة محمد زكية بسمالة عرفتي الفرقة إزاي بسمالة؟ عن طريق أختها إيه بتجيه بكل حاجة هي بتجيه بكل حاجة أختها هي اللي وقفة جبها صح؟ حنين اوه طب حلو برافوة بسمالة والله وفي مكة سنة بس بتقول السلم المسيكي بتاعه طب الصوت بقى يعني قدرين البنات الزغنطتين خالص زي بسمالة وأيسل ومكة بيعرفوا يجيبوا الطبقات وحاجات زي كده؟ بيقولوا بس طبعا كل واحدة ليها حاجة في صوتها اوه يعني مش هخلي بسمالة تقول طبعا بس شوية ما تكبر شوية تقول زي حنين اوكي يعني الصوت بيبدأ يتدور تبدأ بقى تكبر اوه الامكانيات بتاعته تزور نيجي عند فترة معينة يبطر لازم عشان يريح اوه يعني حنين خمساشر سنة اوه اختها فسنة شوية وتبطر سنة سنتين ونريحها خالص اوه تريح بقى على قد ما تقدر عشان الصوت يتدور بقى طبعا يتغير بقى يبدأ سن النضج بقى فالصوت بقى ياخد شكله النهائي من غير ما نتعبه بالضبط يبقى بيلمع بقى